أهلا بكم أعزائي طلبة وطالبات التعليم الفني على قناتكم قناة مصر للتعليم الفني بالتلفزيون المصري وبرنامجكم في بيتنا مدرسة وحلقة النهاردة إن شاء الله هكون مخصصة لطلبة التعليم الصناعي التخصصات المعمرية وهيكون معانا النهاردة إحدى التخصصات المعمرية وهو تخصص أعمال النجارة وهيكون معانا النهاردة شرح مادة التخطيط وإدارة الإنتاج والصف التالي طبعا لأعمال النجارة وطبعاً زي ما احنا عارفين يا شباب إن مهنة النجارة من المهن القديمة والتي أخذت تتطور مع تطور الإنسان والتكنولوجيا الحديثة وأصبحتنا عليه الآن فناً حقيقياً يحتزى به بجانب كونها حرفة لم تندسر ويكفي مهنة النجارة شرفاً أنها كانت مهنة نبي الله سيدنا نوح عليه السلام النهاردة إن شاء الله هيكون معانا في مادة التخطيط للصف الثالث شرح المؤيسات وزي ما احنا عارفين إن في الأعوام السابقة ورقة الامتحان أو نموذج الامتحان بيكون عبارة عن أولاً المناقصات والعطاءات وسانياً المؤيسات وعندنا خمس مؤيسات في المنهج أول مؤيسة اللي هو بعنوان النهاردة باب حشوات مهرمة المؤيسة التانية إن شاء الله هتكون للباب الإسلام الطراز والمؤيسة التالتة هتكون للباب البلكونات والمؤيسة الرابعة لباب الشباك الشمسية والزجاج ثم الأرضيات الخشبية هم دول الخمس مؤيسات المقررين علينا بجانب فيه عندنا مؤيسة خاصة بأعمال الألمونيوم وهنبتدي على بركتنا النهاردة أول مؤيسة لنا وهي مؤيسة باب حشوات مهرمة وفي بداية الحلقة طبعاً الصف الثالث إحنا درسنا في الصف الثالث مادة التخطيط وعرفنا إن الأخشاب اللي بنستخدمها هو الخشب الموسكي يعني إيه الخشب الموسكي؟ يعني ليه أطوال وليه عروض وليه سمك طبعاً الأطوال موجودة في المغلق بأطوال بتبدأ من 3 إلى 6 متر بزيادة قدرها 30 سنتي أما العروض بتكون موجودة من 7 سنتي ونص إلى 30 سنتي بزيادة قدرها 2 سنتي ونص والسمك بيكون من 2.5 إلى 10 سنتي ده الخشب الموسكي ودي أطواله وعروضه ويه السمك بتاعه طيب بالنسبة للكشفات المطلوبة في المؤيسة عندنا كشفين مطلوبين وهو كشف الكمية التفصيلي وكشف المغلق وقلنا الكشف الكمية التفصيلي بحب أذكركم تاني هو الغرض منه إيجاد أطوال الأخشاب بالمتر الطولي أوجد أطوال الأخشاب للمكونات بتاعت الباب للتفاصيل الإنشاية بتاعت الباب كلها بالمتر الطولي أما الكشف التاني وهو كشف المغلق والمطلوب في كشف المغلق أو الغرض من كشف المغلق إيجاد كمية الأخشاب بالمتر المكعب طبعا إحنا النهاردة هنشتغل المؤيسة والمؤيسة دي هي بداية المؤيسات بعد كده لأن في عندي حوالي 7 أو 8 بنود أساسية في جميع مؤيسات أعمال النجار نركز مع بعض النهاردة لأن الحلقة بتاعت النهاردة مهمة جدا وديه اللي خليك تفهم يعني إيه مادة التخطيط وهنشوف النهاردة بعض الرسومات التوضيحية أنت مش مطالب بيها أنت مطالب بكشف الكمية وكشف المغلق ولكن أنا عملت لك شرائح بحيث أن احنا نوضح إزاي إحنا جدنا الأطوال بطريقة مبسطة وميسرة مع بعض كده على السلايد ونشوف أول حاجة طبعا حابب أقولها أن الأقسام المعمرية عندنا بتشمل قسم الخرصانة أو أعمال الخرصانة ثم أعمال النجارة اللي هو إحنا النهاردة إن شاء الله بصدده أو الشرح بتاعنا داير عليه بعد كده في الأعمال الصحية في تخصص أعمال التشتباط في عندي أعمال البناء والتشهيد دي التخصصات المعمارية الموجودة عندي طيب إحنا النهاردة ناخد إيه؟ هناخد مادة التخطيط وإدارة الإنتاج لأعمال نجارة العمارة للصف الثالث طبعا في بداية المؤيسات زي ما احنا قلنا إحنا عندنا كشفين مطلوبين أول كشف عندي وهو كشف الكمية التفصيلي والغرض منه هو إيجاد أطوال الأخشاب بالمتر الطولي زي ما احنا قلنا وتعتبر المؤيسة الكمية الأساس الذي يمكن بواسطته إيجاد كمية المواد وحساب التكلف دي بداية أي شغلة عندي في المؤيسات وهي المؤيسة الكمية طبعا المؤيسة التانية طبعا هي بتدوم في جدول بالكشف الموضح أمامكم بند بيان الأعمال العدد القطاع بسنتيمتر عرض سمك الطول بالمتر أنا اتكيت على الطول بالمتر لأن الغرض من الكشف ده هو إيجاد أطوال الأخشاب بالمتر الطولي ثم ملاحظات وطبعا في بداية الكشف بنقول بالمتر الطولي خشب موسكي لزوم الكشف التاني الموجود عندنا والمطلوب منك هو الكشف المغلق والغرض منه إيجاد كمية الأخشاب بمعنى بعد ما أنا جبت كشف الكمية لباب واحد هروح أجيب الكمية بتاعة الأخشاب بالمتر المكعب من المغلق فأنا مثلا في المبنى بتاعي محتاج أركب من نفس الباب ده خمس أبواب أو عشر أبواب على حسب شغل أو التفاصيل بتاعتي فببتدي بجيب الكمية كلها عن طريق كشف الكمية يبقى الغرض من كشف المغلق إيجاد كمية الأخشاب بالمتر المكعب الجدول بتاعها زي ما انتوا شايفين مكوم من بند بيان الأعمال العدد المقاسات بالمتر طول عرض سمك لأن متر مكعب بضرب الطول في العرض في السمك جزئية كمية طيب يعني إيه جزئية ويعني إيه كمية؟ جزئية إذا كانت القطاعات هتكافي في جزئية واحدة أو في لوح خشب واحد يبقى بنكتافي في جزئية واحدة وتكون هي الكمية أما إذا كان البند مش هينفع فبفصله أو بجزئه على جزئتين أو ثلاثة بعد كده بجمع الجزئيات وبحطها في بند الكمية وهو ده البند المطلوب في كشف المغلق يبقى الغرض من كشف المغلق إيجاد كمية الأخشاب بالمتر المكعب طبعا التفصيلات بوضح فيها إزاي أنا بقسم الألواح بتاعتي الخشب على القطاعات الموجودة عندي يبقى أنا عندي كشفين كشف كمية وكشف مغلق ده المطلوب منك في الامتحان تعالوا نشوف بقى الباب النهاردة زي ما انتوا شايفين أدي الباب بحشوات مهرمة ليس منها باب بحشوات مهرمة لأن في حشوات على شكل هرم والهرم دوت بيكون مهرمة إما من جهتين أو من جهة واحدة لو بصينا طبعا على القطاع الجانبي أو الأفكي هلقى أن الحشوة دي مهرمة منين؟ من الجهتين تعالوا نقول التفاصيل الإنشائية للباب الموجود قدامنا أول حاجة عندي أوائم الحل عندي أيمين حل وعندي معبرة وقلنا أطلق لفظ معبرة بهذا الاسم لأنه بيتم العبور من خلالها تاني حاجة في المكونات أو التفاصيل الإنشائية للباب أوائم الضلفة عندي أيمين بعد كده عندي راس عليا وعندي ثلاث رؤوس وسطى وعندي راس صفلة ودايما الراس الصفلة بتكون عريضة أعرض شوية في المأس بتاعي لأنه هي اللي شايلة حمل الباب طيب بعد كده عندي فيه هنا صاري الصاري ده عندي كم صاري؟ مادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة يبقى الموجود في المنتصف ما بين الرؤوس وبعدها بنسميها صاري وطبعا بيتعشق مع الرؤوس بواسطة اللسان بيكون اللسان اتنين سنتي ونص فيه الرأس واثنين ونص والصاري ده فايدته إنه بيعمل لي عملية فصل للحشوتين يبقى عندي حشوتين مهرمتين زي ما انتوا شايفين يبقى هو بيفصلي الحشوات إلى حشوتين ما تكونش حشوة واحدة لا بتكون حشوتين مهرمتين من الجاتين دي الحشوات طبعا زي ما انتوا شايفين برضو هجيب طولها وعرضها آخر حاجة عندي فيه التفاصيل الانشائية وهو البر عندي أيمين ومعبرة تعالوا نشوف مع بعض إزاي نشوف التمرين بتاعنا أو شكل النموذج الامتحان بيكون شكله إزاي أولا بيجيب لي فيه ورقة الامتحان الرسم الموضح زي ما انتوا شفتو عبارة عن المسقط الرأسي لباب خارجي بحشوات مهرمة واتفقنا إن هي مهرمة من الجاتين ضلفة واحدة مصنوع من الخشب المسكي تمام يبقى أنا عارف إن الأطوال للخشب المسكي بتبدأ من 3 إلى 6 متر نركب على فتحة مباني هنا هنقف شوية يعني إيه فتحة مباني ويعني إيه فتحة نجارة فتحة المباني هوضحها لك دلوقت على السلايد في صورة منفصلة توضح لك يعني إيه فتحة مباني ويعني إيه فتحة نجارة طبعا فتحة المباني الموجودة عندنا طول الفتحة متر فيه ارتفاع 2 متر 10 هنا هنقف شوية يعني إيه متر في 2 متر 10 دايما المؤسسات بتاعتنا بتبقى طول في ارتفاع طول في ارتفاع طول الفتحة لو متر أو أقل من متر الباب بيكون ضلفة واحدة يبقى طول الفتحة لو متر أو أقل من متر بيكون الباب ضلفة واحدة أزياد من متر بيكون الباب ضلفتين أو أكثر يعني ممكن يكونوا ضلفتين أو 3 أو 4 طبعا الباب موجود في فتحة مباني متر يبقى الباب عندي ضلفة واحدة وارتفاع الفتحة بيكون ثابت 2 متر 10 طبعاً بيختلف من 2 متر إلى 2 متر 20 ولكن في المتوسط بيكون 2 متر 10 يبقى دايماً تخلي بالك لأنه ما بيكتب لكش طول في ارتفاع يبقى معنا كده أول حاجة بيكتبها ليهي طول والتانية بيكون الارتفاع لأنه ممكن يجيب لك فتحة الباب بتاعت 2 متر 10 في 2 متر 10 يبقى أنا عارف أنه الطول اللي هي الفتحة الأولانية أو الطول الأولاني وبعد كده الارتفاع اللي هو موجود في الارتفاع طبعاً هنا بيقول لي على حائط سمك 12 من 100 من المتر معنى ذلك أن البر بيكون من الجاتين يعني هركب البر من جوة وهركب البر من 2 من برة طبعاً احنا خدنا في درس سابق قبل كده في مادة التكنولوجيا طرق تركيب الحلوء وقلنا أن حلوء إذا كان سمك الحائط 12 بيكون البر من الجاتين إذا كان سمك الحائط 25 بيركب البر من جهة واحدة معنى ذلك أن البر هنا بتاعنا من الجاتين يبقى عدد الأوائم هيكون 4 والمعبرة هيكون 2 واحدة من جوة وواحدة من برة نركز في حتة سمك الحائط لأنه مهمة جداً وبتختلف معايا في المؤيسات تعالوا نكمل نشوف إيه المطلوب معنا طبعاً إحنا قلنا فتحة مباني مقاس متر في 2 متر و10 طول في ارتفاع على حائط سمك 12 إذن البر من الجهتين والمطلوب أولاً عمل كشف كمية تفصيلي للأخشاب اللازمة لكم باب لباب واحد يبقى كشف الكمية بعمله لكم باب باب واحد أما كشف المغلق بيتعمل قال لي لا أنا عايز كشف المغلق لعدد 4 أبواب يبقى أنت هتجيب كشف الكمية لباب واحد وهتعمل كشف المغلق لأربع أبواب من نفس النوع تعالوا مع بعض نشوف كطاعات الأخشاب ممكن يا شباب ما يجيب ليش كطاعات الأخشاب في ورقة الامتحان ويقول لك ما تروكها حسب أصول الصناعة يبقى كطاعات الأخشاب دي أنا درست في مادة التكنولوجيا كطاعات الأخشاب وعارف إن الباب بحشوات مرامة كطاعات أخشابه الحل 15 في 5 الأوايم والرؤوس بتكون 10 في 5 لكن الرأس السفلة بتكون 20 في 5 لأنه إحنا بنقول الرأس السفلة دايماً بتكون أعرض لأنها شايلة حمل الباب طبعاً الصاري بيكون إما 7.5 أو 10 في سمك 5 سنط يبقى قطاعات الأخشاب أنا درستها فيه مادة التكنولوجيا المادة المهمة جداً واللي بتساعدني دلوقتي في مادة التخطيط يبقى إذن لو قلي مطروكة حسب أصول الصناعة يبقى ما فيش مشكلة عادي بتخط قطاعات الأخشاب اللي أنت تعلمتها في مادة التكنولوجيا لكن هو مديني هنا في نموذج الامتحان قطاعات الأخشاب اللي أشتغل عليها تعالوا مع بعض كده نكمل قطاعات الأخشاب زي ما أنت شايفين اللي باند باني الأعمال قطاع عرض سمك ملاحظات أول باند عندي الحل أوائم ومعبارة الحل من قطاع عرض 15 في سمك 5 سنط قوائم ورؤوس عليا وسطة معنى كده أن الأوائم الضالفة والرؤوس العليا والوسطة من نفس القطاع 10 في 5 أما الرأس الصفلة بتكون 20 في 5 بعد كده عند الصواري وإحنا قلنا الصواري بنحطه عشان نفس المبين حشوتين مهرمتين إما من جهة أو من الجهتين وطبعا بيكون عرض هنا من الدهاني عرض 7.5 في 5 ولكن في الملاحظات اللي تؤخذ من قطاع 15 في 5 طيب يعني إيه الكلام دوت يعني أنا هشتغل كشف الكمية عادي جدا ولكن ونرايح هجيب الخشب بتاعي هجيبه من ضمن قطاعات الأخشاب قطاع عرض 15 في 5 بعد كده هجيب اللوح عرضه 15 وابتدي أسيمه نصين يديني 7.5 واشتغل على هذا الأساس يبقى تؤخذ دي هتتفدني فين في كشف المغلاء بعد كده عندي قوائم ومعبارة البر من قطاع عشرة في صمك 2 سنتي أو 1 سنتي وتسعة والحشوات بتكون صمك 3.8 مش مديني العرض العرض ده هجيبه مع مين؟ مع الطول تعالوا نشوف كده أيوة هادي الخشب الموسكي بتاعنا لأطوال بتبدأ من 3 إلى 6 متر بزيادة قدرها 30 سنتي تعالوا كده مع بعض 3 متر بزود 30 33 بزود 63 93 4 متر 20 لحد كام 6 متر طبعا فيه أطوال موجودة تانية أكبر من 6 متر ولكن نادرة أن أنت تلاقيها فعشان كده ده الموجود في السوق من 3 إلى 6 متر وهو ده اللي أنت بتشتغل عليه أما العرض بيكون من 7.5 إلى 30 سنتي بزيادة قدرها 2.5 سنتي والسمك طبعا بيكون من 2.5 إلى 10 سنتي أحنا كده عارفنا الخشب الموسكي أطواله وعروضه والسمك بتاعه تعالوا مع بعض بقى نتكلم عن حاجة في النجارة مهمة جداً وهي يطلق عليها زيادات تشغيل ومن نفذها زيادات يعني معنا كده أن حاجة بزودها طيب إحنا بنزودها ليه؟ علشان وأنا بنفذ التمرين بتاعي أو الباب اللي أنا بعمله دايماً بسيب الزيادات تشغيل عشان يكون التنفيذ بتاعي محكم ما يحصلش فيه كسر أو شلع زي ما بيطلق في الأسواق لأن دايماً هنقول اللفظ الدارج العلمي وكمان اللفظ الموجود في السوق عشان نواكب سوق العمل الخارجي يبقى فيه دايماً معرفة بالنفظ العلمي وكمان اللفظ الدارج فيه الأسواق عشان نواكب سوق العمل الخارج فطبعاً لو إحنا ما زودنا زيادات تشغيل هيحصل إهضار للأخشاب لأنها هيبقى فيها شلع أو كاسر فيه الأخشاب فدايماً في أعمال النجارة بزود زيادات التشغيل طب إيه يا زيادات التشغيل عندي حكتين زيادة تشغيل ضفر وتلسين طب الضفر دي بزوده فين؟ بزوده في الأوايم وأنا عندي في المؤيسة بتاعتي أيمين أوايم حل وأوايم ضالفة دول اللي هزود فيهم ضفر طب مقداره قد إيه بيكون خمسة سنطي وطبعاً إحنا بنشتغل بالمتر فإيبقى خمسة من مية من المتر أما التلسين بيكون موجودة في الرؤوس زي المعبرة زي الرؤوس العليا والوسطى والسفلة وكمان الصواري ولو فيه سؤاسات ولو فيه عندي أي حاجة بزود فيها تلسين وبيكون مقداره اتنين سنطي ونص تعالوا نشوف برضو نوضح الكلام ده وتعالى الشرايح بتاعتنا زي ما انتوا شايفين زيادات التشغيل في أعمال النجارة بتكون حاجتين الحاجة الأولانية ضفره وطبعاً بيكون مقداره اتنين في خمسة من مية أما الحاجة التانية أو الزيادة التانية بتكون تلسين مقدارها اتنين في اتنين ونص وطبعاً زي ما انتوا شايفين أنا عاملها بالمتر يبقى خمسة وعشرين من ألف لأن بقسم على كان بقسم على مية ولكن هي اتنين سنطي ونص تعالوا نشوف بقى الزيادات بتاعت الضفر بنزودها في ايه بنزود الضفر في قوائم الحل وقوائم الضلفة يبقى دول الحاجتين اللي بزود فيهم ضفر اتنين في خمسة من مية طبعاً التلسين بزوده في الرؤوس زي المعبرة الحل وزي الرؤوس العليا والوسطى والصفلة وكمان بزودها في الصواري المنجودة ما بين الحشوات يبقى أنا زيادات التشغيل عندي ضفر وتلسين الضفر بزوده فين يا شباب في قوائم الحل وقوائم الضلفة مقداره قد ايه اتنين في خمسة من مية اما التلسين بزودها في المعبرة والرؤوس والصواري وبيكون مقدارها اتنين في خمسة وعشرين من الف طيب احنا ليه بنزود الضفر زي ما انتم شايفين في الشريحة المقدامكم طبعاً ده قايم لوح خشبهو او قايم بزود فيه ضفر لو انا جداً قريب من القايم ايه اللي هيحصل في القايم هيتكسر او ما يطلق عليه في السوق يتشلع يتشلع يعني يتكسر طبعاً لو القصر القايم اهضار في الخشب وهتطيب اتكلفة زيادة هتطر اجيب اوائم جديدة طبعاً مش هينفع الكلام ده فبزود دايماً زيادة التشغيل اللي هي ضفر يبقى انا هسيب الخمسة سنتي دي وابتدي اقر فين بعد الخمسة سنتي يبقى الخمسة سنتي دي مقدار الضفر وبيكون خمسة سنتي للقايم سواء كانت قايم حلقة أو قايم ضلفة زي ما انتو شايفين لو انا قرط قريب من القايم على الطرف يتشلع القايم ويتكسر زي ما انتو شايفين نوضح بقى يعني ايه فتحة مباني ويعني ايه فتحة نجارة زي ما انتو شايفين فتحة المباني طبعاً في اسناء عملية الانشاء الراجل وهو بيعمل عملية البناء والتشييد بيسيب لفتحة للباب بيتم الدخول منها الفتحة دي بسميها فتحة مباني اللي هي عبارة عن ايه طول بتكون من الحائط للحائط من كدين الحائط اليمين للشمال يبقى فتحة المباني لطول الفتحة من الحائط للحائط اما ارتفاع الفتحة من اول سطح البناء الى العتب الخرصاني دي بسميها فتحة مباني اما فتحة النجارة ببتدي اركب الحل بتاعي في الفتحة مع طرق واحد سنتي خلوس او فراغ حتى يتم تركيب الحل بشكل مصبوط ويكون موزون على مزان المية وطبعاً الوزن ده بيكون بمزان المية حتى يتم عملية الفتحة والغلق للأبواب بشكل سليم ومزبوط يبقى احنا عارفنا فيه موجود فتحتين فتحة مباني وفتحة نجارة فتحة المباني من الحائط للحائط اما فتحة النجارة من الحل طبعاً دي صورة حية هي على الطبيعة من موقع تم تركيب فيه نموذج من الأبواب الموجودة عندنا طبعاً زي ما انت شايفين تعالى كده نوضحها اه دي الفراغ اللي هو الخلوس واحد سنتي يمين وشمال وادي الفراغ واحد سنتي الفتحة من الحائط للحائط بيكون فتحة مباني اما من بداية الحل لفتحة الحل وهي عبارة عن فتحة نجارة تعالوا نشوف كده مع بعض اه دي الخلوس واحد سنتي في القوايم وادي الخلوس يمين وخلوس شمال واحد سنتي الفراغ الخلوس ده بسيبه علشان خاطر اقدر اركب الحل بشكل مزبوط وابتدي اوزنه بمزان المية تعالوا نشوف مع بعض كده قادي فتحة المباني من بداية الحائط لبداية الحائط أو نهاية الحائط التاني دي بسميها فتحة ايه؟ فتحة مباني زي ما انتو شايفين اما الفتحة التانية فتحة النجارة بتقل عن فتحة المباني بمقدار واحد سنتي خلوسي مين؟ واحد سنتي خلوسي بقى الخلوس ده بسيله عشان الركب فتحة مين النجارة اذا لو فتحة المباني موجود في فتحة متر يبقى فتحة النجارة تقل 2 سنتي تبقى كام؟ 98 فتحة نجارة طب بالنسبة لارتفاع الفتحة دي صورة توضيحية تانية مرسومة هي عشان نوضح برضو الحتة دي زي ما انتو شايفين في القطاع الأفقي بشيل خلوس يمين وخلوس شمال أما في القطاع الجانبي بشيل خلوس من فوق يبقى فتحة المباني بالنسبة لارتفاع الفتحة من بداية العتب لسطح البلاط أما فتحة النجارة من بداية البلاط لحد مين؟ المعبرة بنقص 1 سنط من فتحة المباني تبقى دي فتحة نجارة زي ما انتو شايفين أهو دي فتحة النجارة ودي فتحة المباني طيب الحاجة التانية برضو قبل نبتدي المؤيسات بتاعتنا والمؤيسة بتاعتنا عايزين نوضح يعني ايه سمك الحلق بعد عمل الإفريز وليه بعمل إفريز في الحلق علشان خاطر بيكون مقدار 1 سنط علشان خاطر الباب لما ييجي يقفل يلاقي مكان يصد فيه أو يريح عليه فبعمل 1 سنط في الحلق إفريز زي ما انتو شايفين سمك الحلق كام 5 بعد عمل الإفريز بقى كام 4 بنقص 1 سنط اللي هو إفريز وده مكان اللي بيدخل فيه مين قائم الضلفة وبيريح على الإفريز الواحد سنط تعال نشوفها كده برضو مع صورة توضيحية ادي شكل الحلق بتاعي ادي سمك الحلق الموجود 5 لكن سمك الحلق بعد عمل الإفريز كام سنط واحد سنط هيبقى 4 سنط سمك الحلق بعد عمل الإفريز زي ما انتو شايفين يبقى الضلفة لما تيجي تقفل هتصد فين في الإفريز الواحد سنط يبقى إذا سمك الحلق بعد عمل الإفريز كام 4 سنط يلا بقى نبتدي كشف الكمية التفصيلي بكتب كده في الفوق كشف الكمية التفصيلي للأخشاب اللازمة لباب واحد يبقى بعمل كشف الكمية لباب واحد وإحنا قلنا الغرض من كشف الكمية إيجاد أطوال الأخشاب بالمتر الطول اللي هو البند ده طبعا الكشف بند بيان الأعمال العدد القطاع بالسنتيمتر عين يعني عرض سين يعني سمك الطول بالمتر الغرض بتاعي من كشف الكمية ثم ملاحظات بكتب الملاحظات بتاعتي اللي عن طريقها جبت مين الطول بالمتر تعالوا نشوف كده مع بعض طبعا الأواي موجودة في فتحة كام العدد 2 عرض 15 في 5 وده طبعا أنا عارفها أو جبتها من كطاعات الأخشاب اللي الديهاني في بداية النموذج بتاع الامتحاب بقول فتحة المباني الأواي موجودة في فتحة كام 2 متر و 10 بشيل الواحد صنط خلوس فأصبحت فتحة مباني هتبقى 2 متر و 9 بزود على الأواي مين دفر 2 في 5 يبقى 2 متر كام 19 تعالوا نشوف مع بعض أنا جبت الطول إزاي الدوت في شريحة منفصلة توضيحية لك إنت بس لكن إنت مش مطالب بها تعالوا نشوف مع بعض جبنا إزاي الأواي زي ما أنت شايف هنعتبر أنه هو ده أي من الحلق بتاعي أنا عايز أعرف طوله قد إيه من أول هنا من بدايته لنهايته جميل طب فتحة المباني كام فتحة المباني من بداية البلاط حتى العتب فتحة المباني 2 متر و 10 طب إيه الفراغ ده 1 سنط خلوس اللي إحنا قلنا بنسيبه علشان أبتدي أوزن وحرك الآيم فيبقى معايا فراغ يسهل عملية وزن الآيم مظبوط الآيم ده يبقى كام بعد ما شلت من فتحة المباني 2 متر و 10 طبعا لما شيل 1 هتبقى 2 متر و 9 فأصبحت فتحة نجارة اللي إحنا بنقول من بداية البلاط حتى بداية الحل طبعا إحنا قلنا 2 متر و 10 بنقص من 1 يبقى فتحة كام يبقى الآيم ده كام 2 متر و 9 طيب وإحنا قلنا بنزود في النجارة زيادة تشغيل طيب قلنا ضفر وتلسين هنا هنزود ضفر ولا تلسين ده قائم قائم حلق بقى زود إيه ضفر 2 في 5 من 100 يعني 2 في 5 ب 10 على 2 متر 9 هيبقى الآيم هيبقى كام 2 متر كام 19 عرفت جبتها إزاي طيب بالنسبة للمعبرة برضو أنا عايز أجيب معبرة الحل اللي هي موجودة في فتحة متر بداية المعبرة من أول هنا لحد هنا عايز أعرف طول هقد إيه فبقول فتحة المباني من بداية الحائط لنهاية الحائط متر بشيل 1 سنتي خلوس يمين اللي هو الفراغ دوت وبشيل 1 سنتي خلوس شمال اللي هو الفراغ الشمال هيبقى المعبرة دي قد إيه بعد ما شيل من المتر 2 سنتي خلوس يمين وخلوس شمال هتبقى المعبرة 98 وأصبحت فتحة نجارة لأنه قلنا فتحة النجارة من بداية المعبرة لنهاية هتبقى فتحة نجارة كان بعد ما نقصت من فتحة المباني 2 سنتي هتبقى 98 طيب دي معبرة هزود فيها ضفر ولا تلسين احنا اتفقنا من بداية الحلقة انه عندي زيادات تشغيل ضفر وتلسين الضفر بزوده في القوائم والتلسين بزوده فين في الرؤوس والمعبرة من دمن الرؤوس اللي بعمل فيها لسان يبقى هزود 2 في 2.5 معناها 25 من الف لان شغال بالمتر الطولي يبقى 2 في 2.5 معناها 5 5 على 98 يديني كام يبقى طول المعبرة بالزيادة هتبقى متر 3 طبعا دي شريحة توضحية ولكن قد الكشف اللي بدون فيه شغلي بقول باند رقم 2 معبرة الحل العدد طبعا واحد العرض 15 في سمك كام 5 طيب عايز اجيب مين الطول بالمتر اتفقنا ان المعبرة موجودة فتحة كام فتحة مباني متر هشيل خلوصي من وخلوصي مال ودايما لما نيجي هنشيل خلوصي من وش مال هنضرب هيبقى 2 في 1 من 100 ودايما اي حاجة مضروبة في المؤيسات هحطها ما بين قصين ويفضل يا شباب تكتبوا البيانات ديك درجات اعلى في التأدير يبقى انا لو حبيت ازود طالب عندي بدرجات مميزة عن الطالب الاخر اللي هو كتب للبيانات او الملاحظات بتاعته فتحة مباني نقص خلوص من الجهتين زاء التلسين تعالوا نشوف هتحة المباني كام متر هنقص خلوص يمين وش مال 2 في 1 من 100 هزود تلسين يمين وش مال 2 في 25 من 1000 طبعا ادي خمسة بالزيادة هنقص اتنين يتبقى معايا تلاتة هزودهم على المتر يديني متر كام تلاتة واروح اكتب الطول بالمتر فين في بند الطول بالمتر متر تلاتة ادي شكل الكشف بتاعنا وادى الاجابة النموذجية طيب البند اللي بعديه طبعا اوائم الضلفة برضو تاني انا عايز اعرف طول الايم قد ايه طيب ماشي فتحة المباني كام برضو 2 متر 10 لان الاوايم موجودة في ارتفاع الفتحة 2 متر 10 انا عايز اعرف طول الايم من اول هنا بدايته لنهايته طيب حاضر ايه الفراغ ده الفراغ الموجود فوق الاول الخلوس ماشي الخلوس من فوق اللي هو الموجود عندي الاساس بعد كده فوق الايم في معبرة سمك المعبرة بعد عمل الافريس كام اربعة وعندي خلوس من اسفل طب ايه الخلوس اللي من اسفل ده عشان قلنا الباب يلاقي عملية سهلة في عملية الفتح والغلق يبقى كون فيه سهولة لان لو انا ما سبتش الواحد سنتي الباب هيبتدي يعمل عملية احتكاك في الفتح والقفل طبعا مش هينفع الباب يبوز طب ايه اللي هيحصل لازم نسيب واحد سنتي خلوس من اسفل انا عندي خلوس من فوق بعد كده سمك المعبرة بعد عمل الافريس بعد كده خلوس من اسفل يبقى كده دول كام واحد واربعة خمسة وعندي واحد من تحت يبقى ستة هشيل ستة من اتنين متر عشرة اللي هي فاتحة المباني يبقى طول الايم كام اتنين متر اربعة نستنى بقى شوية هنزود حاجة سماية زيادة تشغيل اللي اتفقنا عليه في بداية الحلقة عندي دفر وتلسين هنزود في الاوايم ايه طبعا هنزود دفر اتنين في خمسة من مية يبقى اتنين متر اربعة هزود عليهم عشرة اللي هي اتنين في خمسة دفر يبقى اتنين متر كام اربعة عشر يبقى اذا طول الايم بالزيادة هيبقى كام اتنين متر اربعة عشر يلا نكمل طبعا احنا قلنا ان دي شريحة توضيحية انت مش مطالب بيها ولكن تكون عملية سهلة في عملية فهم وازاي بجيب اطوال الاخشاب بتاعتي زي ما انت شفت يبقى هنشيل واحد واربعة خمسة وعندي واحد من اسفل يبقى ستة من اتنين متر عشرة يبقى طول الايم كام اتنين متر اربعة هزود طبعا دفر اللي هي زيادة تشغيل اتنين في خمسة من مية وقلنا خمسة في المية ليه لان شغال بالمتر الطولي الخمسة سنتي معناها خمسة من مية بقى اسم عالمية يبقى عشرة واثنين متر اربعة يديني طول الايم كام اتنين متر ربعة واشر طبعا زي ما احنا اتفقنا انت مش مطالب ولكن دي توضيح ازاي بجيب طول ايم الضالفة تعالوا مع بعض كده نشوف بقى كده هننفذ الكلام ده ازاي في الكشف بند رقم ثلاث بيان الاعمال قوائم الضالفة طبعا الباب ده ضالفة واحدة اتفقنا في العدد هيكون كام اتنين طيب هنا ستوب يا شباب لو انا عندي الباب ده ضالفتين ممكن في الامتحان يجيب لي الباب ده ضالفتين فيش مشكلة يبقى العدد الاويم يكون كام اربعة لان الضالفة الوحدة فيها كام ايم ايمين يبقى لو عندي ضالفتين يبقى العدد اربعة لو عندي تلت ضالف يبقى العدد ستة لو عندي اربع ضالف يبقى العدد تمانية يبقى بضرب في كام في اتنين لأن الضالفة الوحدة فيها كام قايم اتنين نركز في الحتة دي كويس علشان ممكن يجيبه لك ضالفتين يبقى أنا عند الباب الموجود ضالفة واحدة يبقى إذن عدد قايم الضالفة كام اتنين يلا نكمل مع بعض يبقى العدد اتنين العرض كام عشرة في سمك كام خمس أنا عايز إيه في الكشف الطول بالمتر الطول القايم طيب تعالوا نشوف الملاحظات فتحة نجارة إيه اللي حصل أنا شلت الواحد سنط من فتحة المباني اتنين متر تسعة ما أنا عايز أفهم المصاحح إن أنا فاهم ما بين فتحة المباني وما بين فتحة النجارة إيه اللي حصل في فتحة النجارة شلت واحد سنط الخلوس اللي موجود من أعلى فأصبحت كام اتنين متر تسعة فتحة نجارة بشيل سمك المعبرة بعد عمل الإفريز بعد كده بشيل خلوس من أسفل واحد سنط وبعد كده بزود الضفر خلي بالك أنا بنقص لكن في الضفر بعمل إيه بزود لإني من ضمن زيادات التشغيل بزود في الأوايم ضفر اتنين في الخمسة من مية يبقى اتنين متر تسعة فتحة نجارة ناقص سمك المعبرة بعد عمل إفريز أربعة من مية ناقص خلوس من أسفل واحد من مية بزود ضفر اتنين في خمسة تعالي نشوف نقصنا كام أربعة واحد خمسة وزودت كام؟ عشرة يبقى معايا خمسة حطوه معل اتنين متر تسعة يبقى اتنين متر كام؟ أربعة تاشر يبقى طول الاوايم بعد الزيادة كان اتنين متر اربعة عشر طب احنا هنعمل في الزيادات دي بعد ما بنخلص الباب ونجمعه بنقصب الزيادات بتاعتنا طيب عايزين نجيب الرأس العليا طبعا والرأس العليا زي الرأس الوسطى زي الرأس السفلة ولكن بتختلف في العروض والاسماك تعالوا نشوف مع بعض ازاي اجيب الرأس زي ما انت شايفين اه دي الرأس العليا عايز اجيب بداية الرأس من بدايتها لنهايتها طيب هي موجودة في فتحة كام متر لان موجودة في طول الفتحة متر هنشيل خلوص يمين وخلوص شمال واحد سنتي يمين واحد سنتي شمال هشيل سمك اي من الحل يمين وسمك اي من الحل يمين بعد عمل الافريز سمك الحلقة خمسة بعد الافريز يبقى كام اربعة يبقى طول الراس كام تعالوا نشوف كده مع بعض واحد واربعة بشيل خمسة يمين وخمسة شمال فاصبحت عشرة من تمام متر يبقى طول الراس كام تسعين يبقى طول الرأس كام تسعين طبعا دي رأس بزود فيها زيادات تشغيل دفر ولا تلسين اتفقنا من بداية الحلقة بزود في الرؤوس تلسين وانا عندي الرؤوس زي المعبرة والرؤوس العليا والوسطى والصفلة طبعا دي رأس عليا فبزود فيها تلسين قدره قديه اتنين ونص يمين واثنين ونص شمال لكن بكتبها خمسة وعشرين من ألف ليه لان شغال بالمتر الطولي بقسم الاثنين ونص على المية يبقى تديني على الالة كام خمسة وعشرين من ألف تعالوا نكمل كده ونشوف واتفقنا برضو ان دي شريحة توضيحية انا بوضح لك لجبت الرأس العليا ازاي فيارب تكون بسيطة وميسرة ويسهل لكم ان انت تعرف تجيب الاطوال بتاعتك فاصبحت طول الرأس كام بعد ما نقصت خمسة يمين وخمسة شمال اصبحت الرأس كام تسعين هزود تلسين اتنين في اتنين ونص معناها خمسة وعشرين من ألف يبقى خمسة على التسعين يبقى خمسة وكام وتسعين هي دي الرأس العليا بعد الزيادات بتاعتي تعالوا ندورها في الكشف بند رقم اربعة الرؤوس العليا والوسطى ستوب الرؤوس العليا والوسطى دي خدتهم مع بعض لي يا شباب لان كلهم من قطاع واحد من قطاع عرض عشرة في خمسة امتى افصلهم لو كانت الرأس العليا عشرة في خمسة والرؤوس الوسطى خمستاشر في خمسة في الحالة دي هيتم فصلهم عن بعض ولكن انا حطتهم مع بعض واحد والصمك واحد. يبقى العدد كتبته كام? خمسة. لان عندي راس عليا واحدة واربع رؤوس وسطة. فهكتب العدد كام? خمسة. لكن انا عايز اجيب طول الرأس الواحدة اديه. طيب العرض كام عشرة في خمسة. عايز اجيب طول الرأس. زي ما احنا اتفعنا هي طلعت خمسة وتسعين. جات من اين? فتحة النجارة هشيل من المتر واحد خلوص يمين. فتحة المباني واحد خلوص يمين وخلوص شمال. فاصبحت فتحة نجارة كام? تمانية وتسعين من مية. هنقص صمك الحل ايمين وصمك الحل اشمال بعد عمل الافريز. هتبقى اتنين في اربعة من مية واتفقنا اي حاجة مضروبة بحطها ما بين قسين. يبقى زائد اتنين في خمسة وعشرين من الف اللي هي التلسين. يبقى بنقص تمانية من التمانية وتسعين يبقى تسعين. وبزود خمسة تلسين يبقى خمسة وتسعين. هندونها طبعا في الطول بالمتر. هيبقى طول الرأسي كان بالزيادة خمسة وتسعين زي ما انتم شايفين. ادي الكشف المزبوط. وادي الإجابة النموذجية. اللي حضرتك مطلوب ان انت تعملها في الامتحان. بحيث تاخد الدرجة بتاعتك كاملة. سطر الجدول. وسطره دايما بيه المصطرة والقلم الرصاص. عشان لو حبيت تضيف او توسع خانات. بحيث تبقى العملية سهلة معاك. بعد كده دون شغلك وحط الملاحظات بتاعتك. واكتب من فوق الملاحظات. فتحة مباني الخلوص. سمك الحل بعد اعمل الفريز. علشان تاخد درجات اعلى. ويبتدي اه زاكر. لان طبعا زي ما انت شايف انا مبسط لك الموضوع بشكل مبسط. اه طبعا الحاجات اللي انت شفتها دي. شاركة موضحية لك انت. علشان تبقى عارف الاطوال بتجيبها ازاي. هي عملية طرح. عايز حاجة جيب طولها. بطرح اللي علي منها وعلى شمالها من الفتحة الاساسية. واشوف الطول. بعد كده بزود عندي زيادات التشغيل. بشوف. اوايم بزود الضفر اتنين في الخمسة. تلسين بزود اتنين في خمسة اه اتنين ونص اللي هي خمسة وعشرين من الف. تعالوا نكمل مع بعض الشرح بتاعنا. تعالوا نشوف بعد كده اه. ادي شكل الايم. ادي الايمين. ايم الضالف ايمين وايم الضالف اشمال. وادي الرأس الموجودة او الرأسين. العليا والوسطى. وادي الصاري. شايفين الصاري يا جماعة فين? في المنتصف. بيتعشق ازاي? بيخش لسان اتنين ونص في يلاقة في الرأسيه فوق. واتنين ونص من الرأسي تحت. يبقى انا عندي الصاري مزود فيه تلسين. طبعا دي حتى اه buscando يتعشق في الرأس العلوية والرأس الوسطى. طبعا زيshelf من رحيكم بتحصر ما بين حشوتين مهرمتين من الجاتين زي ما انت شايف. ادي الحشو ييمين. ودي الحشو شمال. وزي ما انتو شايفين الفرغ ده بيطلق عليه كشف الحشو زي ما مت شايفين ادي الحشوة المهرمة وهدي شكل الصاري ما بيفصل ما بين حشوتين لأن الغرض من الصاري يعمل لحشوتين حشوه يمين وحشوه شمال البند رقم 5 طبعا عند الرأس السفلة العدد كام رأس طبعا وحدة لو الباب كان ضلفتين يبقى العدد اثنين تلاتة يبقى العدد تلاتة لكن أنا عند الباب ده ضلفة وحدة والرأس يبقى كام رأس سفلة العدد واحد عرض كام عشرين في خمسة أنا عايز أجيب الطول طبعا كما في البند السابق نفس الطول بنقص خلوص يمين خلوط شمال بنقى الصمك الحال ايمين وشمال وبزود تلسين اتنين في خمسة وعشرين من الف يدينه طوله هكام خمسة وتسعين ويتوي يصير لك في الاجابة هتكتب في الملاحظات كما في البند السابق رقم اربعة يبقى الطول بتاعت الرأس كام خمسة وتسعين تعالوا بقى مع بعض نجيب الصواري اولا هم عندي كم صواري عدناهم في بداية الحلقة خمسة يبقى العدد خمسة العرض سبعة ونص في اتنين ونص جبناها من جدول قطاعات الاخشاب عايز اجيب الطول بالمتر زي ما انت شايف هنبتدي من فوق لتحت تعالوا مع بعض كده اركز مع بعض في الجزئية دي الصاري انا هبتدي افرغ الحاجات اللي فوق والحاجات اللي ما بين الصواري وبعضها وكمان للأسفل واترحهم من الفتحة الاساسية لاتنين متر عشرة يديني طول الفتحة اه طول الصاري الخمس صواري اقسمهم على الخمسة يديني طول الصاري الواحد عشان كده كتبت فيه العدد خمسة انا عايز طول الصاري الواحد نركز كده مع بعض بنبتدي من فوق ببتدي اشيل خلوس من اعلى بشيل سمك المعبارة بعد عمل الفريز اربعة بشيل الرأس العليا والرؤوس الوسطى فبدل ما تقول الرأس العليا نقص الرأس الوسطى والوسطى والوسطى لأ اشوف كم رأس عندي رأس عليا وتلت رؤوس وسطى يبقى العدد اربعة العرض كم عشرة يبقى طول ناقص اربع رؤوس في عرض عشرة بعد كده هنقص الرأس الصف لعشرين هنقص الخلوس ارضية هجمع كل دول واترحهم من اتنين متر عشرة وابتدي اقسمهم على كام على خمسة يبقى الصاري عشان اجيب طوله ابتدي افرغ اللي من اعلى ومن اسفل واللي ما بينهم بعد كده اترحهم من الفتحة الاساسية لاتنين متر عشرة والناتج اللي يطلع هقسمه على عدد الصواري اللي هم عددهم كام خمسة يديني طول الصاري الواحد بس هنا فيه ملاحظة بسيطة لو انت جبت طول الصاري قبل الزيادات يبقى طول الصاري هو طول الحشوة لو رجعنا تاني بالشريحة كده مع بعض خلي بالك انا هجيب طول الصاري من اول هنا لحد هنا مش ملاحظ يبقى انا لو جبت طول الصاري يبقى انا كده جبت مين طول الحشوة يلا مع بعض كده نجيب طول الصاري طبعا الصاري موجودة في فتحة كام؟ فتحة مابل اتنين متر عشرة طيب انا ليه هنا ما كتبتش؟ لان ما فيش مساحة عشان اكتب لكن انت هتكتب البيانات بتاعتك حتى لو البند ده هياخد صفحة بحالها هنكتب فتحة مباني 2 متر 10 ناقص 1 من 100 خلوص من اعلى ناقص 4 من 100 سمك سمك المعبرة بعد عمل الافريز ناقص 5 رؤوس اللي هي العليا والوسطى في عرض كام 10 ناقص عرض الرأس الصفل 20 ناقص الخلوص اللي من اسفل هنجمع دول كلهم ونترحهم من 2 متر 10 يديني 1 متر 34 طبعا نجمعهم كده 1 و 4 5 ودي 50 يبقى 55 ودي 20 خمسة وسبعين ودي 1 ستة وسبعين يترحهم من 2 متر 10 يديني كام متر 34 ده طول الخمس صواري هقسمه مع الخمسة يديني طول الصاري كام 27 واتفقنا ان طول الصاري اللي انا جبته 27 بيساوي طول الحشوة يبقى انا جبت بندين دلوقتي في بند واحد يبقى ركز في الحتة دي عشان ما تفكرش كتير اللي انت جبته دلوقتي في طول الصاري انت هتجيبه بعد جدا في طول الحشوة طبعا هنزود في الصاري زي ما اتفقنا لسان وبزود زيادة تشغيل تلسين يبقى الاتنين في 25 من الف دي دي اللسان لان احنا قلنا الصاري بيتعشق اتنين سنتي ونص من اعلى واثنين سنتي ونص من اسفل بعد كده هزود زيادة تشغيل اتنين في 25 من الف يبقى دي 27 هزود عليهم عشرة يبقى طول الصاري كام 37 بكتبه فيه الطول بالمتر يبقى طول الصاري الواحد كام 37 وانا عندي خمس صواري طول كل منهم 37 من مية يعني 37 سمتي طيب البند اللي بعديه بقى نركز فيه شوية يا شباب طبعا احنا خدنا طبعا الكلام دوت في سنة تانية طبعا دي تسكيرة وتنشيط ليك عشان خاطر تبقى البرود بقاك ميسرة وسهلة انا عندي طبعا في البر اتفقنا صمك الحائط 25 يبقى صمك الحائط 12 يبقى بركب البر منين من الجهتين بركب البر منين من الجهتين يبقى عدد الاوايم كام 4 والمعبرة بيكونوا كام 2 نركز مع بعض في الجزئية دي في الاوايم بنقص حاكتين وبزود حاكتين تمام بنقص حاكتين حاكتين بالنقص وحاكتين بالزيادة بنقص خلوس واركوب على نص الحلق طبعا لما بنجي نركب البر بنركبه على نص مين الحلق بيركب صمك الحلق كام 4 يبقى البر هيركب على كام 2 يبقى الاتنين التانية دي مش معايا يبقى بنقص الاتنين سنط اللي هي الركوب عشان طبعا احنا بنركب البر على نص الحلق عشان ابتدي اسبته بالمصمار على مين على الحلق فبركب البر على نص الحلق يبقى دايما في الاوايم او في المعبرة بنقص حاكتين بزود حاكتين حفاظهم وهو حاكتين بالنقص وحاكتين بالزيادة بنقص خلوس واركوب على نص الحلق وبزود عرض البر وقطعيات القطعيات في البر بتبقى اتنين سنط ونص طب القطعيات دي بزودها ليه؟ زيادة التشغيل لا هي ضفر ولا هي تلسين ولكن هي مجرد زيادة عشان قلنا زي ما احنا بنقول تحمل معايا في عمليات القطع وطبعا احنا بنقطع البر على زاوية خمسة واربعين طيب تعال نشوف كده مع بعض انا وضحتها لك برضو في شريحة منفصلة قوائم البر فتحة مباني ناقص خلوص ناقص ركوب على نص الحل وبزود عرض البر والقطعيات فتحة المباني عندي كام؟ القوائم موجودة في فتحة اثنين متر عشرة بنقص واحد سنتي خلوص بنقص اثنين من مئة ركوب لان طبعا اتفقنا سمك الحل بعد عمل فريزة اربعة البر هيركب على اثنين يبقى لاثنين التانين مش معايا يبقى بنقص خلوص وركوب على نص الحل بزود عرض البر اللي هو سبعة ونص طبعا شغال بالمتر يبقى خمسة وسبعين من الف زائد قطعيات لفظ قطعيات يعني زيادة التشغيل لا هي ضفر ولا هي تلسين يبقى طبعا هنقص هيديني كام طول الايمة اثنين متر عشرين طب بالنسبة للمعبرة نفس الكلام بنقص حاجتين وبزود حاجتين بس كل حاجة من الجهتين بنقص خلوص من الجهتين بنقص ركوب على نص الحل من الجهتين بزود عرض البر من الجهتين وبزود قطعيات سبعة معايا معبرة البر موجودة في فتحة كام؟ متر بنقص اثنين في واحد من مئة خلوص من الجهتين بنقص ركوب من الجهتين اثنين في اثنين من المئة بزود عرض البر من الجهتين اثنين في 75 من الف بزود قطعيات اثنين في 25 من الف تعالوا نشوف كده أدي اثنين بالنقص ودي اربعة يبقى ستة وعندي بالزيادة أدي خمستاشر ودي خمسة عشرين هنشيل منهم ستة يتبقى معايا كام؟ عشرين نقص منهم ستة يتبقى معايا هربعة عشر هحطوه مع المتري يديني تولي المعبرة كام؟ 114 تعالوا بقى ندونها في الكشف الموجود عندي البند رقم سبعة قوائم بيان الأعمال قوائم البر هفصلهم طبعا لأن الأوايم موجودة في فتحة والمعبرة موجودة في فتحة تانية العدد كام أربعة ليه أربعة؟ لأن سمك الحائط 12% من المتر يبقى عدد الأوايم كام أربعة اتنين من جوة واتنين من بره العرض سبعة ونصف واحد وتسعة سمك عايزة جيب الطول بالمتر الغرض من كشف الكمية إيجاد أطوال الأخشاب بالمتر الطول تعالوا نشوف في الملاحظات فتحة المباني كام؟ اتنين متر عشرة هشيل خلص من أعلى واحد من مية هنقص ركوب على نص الحل اتنين من مية لأنه شغال من جاة واحدة هزود عرض البر طبعا عرض البر سبعة ونصف ولكن بكتبه خمسة وسبعين من ألف لأنه شغال بالمتر الطول زائد قطعيات اتنين في اتنين ونصف الليه معناها خمسة وعشرين من ألف يدينه طول الأيم كام؟ اتنين متر وعشرين طيب بالنسبة للمعبرة نفس الكلام بنقص حاجتين وبزود حاجتين بس كل حاجة من الجاةين برضو بندي رقم تمانية معبرة البر العدد كام اتنين واحدة من جوة وواحدة من برة العرض سبعة ونصف واحد وتسعة أنا عايز أجيب الطول بالمتر فتحة نجارة طبعا نقصت خلوص يمين وخلوص شمال فأصبحت فتحة نجارة كام تمانية بنقص ركوب من الجاةين اتنين في اتنين من مية بزود عرض البر من الجاةين زائد اتنين في خمسة وسبعين من ألف زائد قطعيات اتنين في خمسة وعشرين من ألف يدينه طول المعبرة كام بالزيادة متر اربعة عشر واروح اكتبها في بند الطول بالمتر جينا بقى للبند اللي هو ارتفاع الحشوة عايز أجيب الحشوة طول وعرض طبعا أنا لو لاحظت في قطعات الأخشاب اللي في بداية الحلقة مديني العرض مجهول أنا بجيب دايما الطول لكن في الحشوة هجيب طول وعرض امتى يبقى طول هو العرض لو كانت الحشوة مربعة لكن هو ما قال ليش ان الحشوة مربعة يبقى هابتدي اشتغل على اساس ان هي مستطيلة يبقى لازم انا جيب ارتفاعها واجيب عرضها تعالوا كده مع بعض نرجع تاني بالزاكرة كده في البند الصاري بتاع الصواري أنا جبت طول الصاري كام سبعة وعشرين جبته ازاي فتحة مباني اتنين متر عشر بنقص واحد سمت خلوس من أعلى بنقص اربعة من مية سمك المعبرة بعد عمل الفريز بنقص خمس رؤوس في عرض عشرة دي هتبقى خمسة نقص عشرين اللي هي السفلة نقص واحد سمت خلوس من أسفل هترحم من الاتنين متر عشرة يديني متر اربعة وتلاتين هقسمهم على الخمسة عشان يديني مين طول الحشوة الوحدة سبعة وعشرين واتفقنا في بلد الصواري ان طول الصاري هو طول الحشوة ولكن هنا هزود مفحار وتقصيب هزود مفحار واحد سنتي من أعلى ومن أسفل وزود تقصيب زيادة تشغيل زيادة بزودها وبعد كده ببتدأ قصبها وقلنا دايما زيادات التشغيل بتتزود علشان تكون عملية التنفيذ ميسرة ومزبوطة فبزود مفحار وتقصيب اتنين في اتنين من مية يديني كام سبعة وعشرين بزود عليهم اربعة يبقى طول الحشوة واحد وتلاتين والطول ما فيهوش أي مشكلة تعالوا نجيب عرض الحشوة العرض طبعا موجود في فتحة كام متر بنقص خلوس من الجاتين اتنين في اتنين في واحد من مية بنقص سمك الحلق من الجاتين اتنين في اربعة من مية بنقص عرض قيمة ضالفة يمين وعرض قيمة ضالفة شمال اتنين في عشر من مية بشيل الصاري الموجود في النص يبقى خمسة وسبعين من ألف بقسمهم على الحشوتين طبعا الطول هيطلع كام اتنين وستين بقسمهم على الحشوتين لان فيه حشوة يمين وحشوة شمال يبقى هيديني 31 هزود عليهم 2 في 1 من 100 مفحار زاد 2 في 1 من 100 تقصيب مفحار وتقصيب يبقى طول الحشوة بعد الزيادة 35 وهنا في مشكلة أنا عندي العرض 5 آخر عرض موجود في المغلق في بداية الحلقة قلت العرض من 7.5 إلى 30 يبقى آخر عرض 30 هعمل إيه في الحلقة دي هبتدي أجيب لحين متماسلين موجودين في المغلق وهيكون عرض 17.5 و 17.5 وابتدي أعمل لهم عملية سمال لحمات وقلنا في التكنولوجيا إن اللحمات الغرض منها هو لصق لوحين أو أكثر للحصول على مأسات مش موجودة عند فين في السوق طب هعمل إيه العرض تلع 35 يبقى أجيب عرض 17.5 وعرض 17.5 والحمهم مع بعض بزدابة خشبية وهنوضحها برضو على شريحة منفصلة علشان الطالب يكون متمكن من المادة بتاعة المؤيسات تعالوا مع بعض كده نبتدي نحط الكشف بتاعنا اللي هو باند رقم 9 الحشوات المهرمة وطبعا هي مهرمة من الجهتين العدد كام عند العدد عشرة خمسة يمين وخمسة شمال بجيبهم من من الرسمة الموجودة العرض كان مجهول السمك مدهوني 3 وتمانية والطول مجهول دايما بجيب الطول لكن أنا هنا هجيب طول وعرض تعالوا مع بعض نجيب الطول موجود في فتحة 2 متر 10 بنقص خلوص وسمك الحل ومنقص 5 رقص فعشرة للعليا والوسطى بنقص الراس الصف لعشرين بشير الخلوص الأرضية هترحهم من الاتنين متر عشرة يديني متر اربعة وثلاثين طبعا دول طول الخمس حشوات هاسمهم عن خمسة يديني كام سبعة وعشرين نفسه طول الصاري هزود هنا مفقار وطأسيب اتنين في اتنين من المية يبقى طول الصاري كام واحد وثلاثين هكتبه في الطول مفيش أي مشكلة في الطول تعالوا مع بعض في العرض العرض موجود في فتحة كام متر بنقص خلوص يمين وخلوص شمال اتنين في واحد من المية بنقص صمك الحلق يمين وشمال بعد عمل الفريز اتنين في اربعة من المية بنقص قيم الضالفة يمين وشمال اتنين في عشرة من المية بشيل الصاري الموجود في المنتصف عرضه سبعة ونص يبقى خمسة وسبعين من ألف يديني اتنين وستين اللي هم الحشوتين هقسمهم على الاتنين عشان أجيب عرض الواحدة يديني واحد وثلاثين هزود مفحار وطأسيب يبقى طول عرض الحشوة خمسة وثلاثين وهنا في مشكلة قلنا هنجيب عرضين قطاع كام سبعتاشر ونص لان ده العرض الموجود واضرب هنا العرض العدد في كام في اتنين يبقى اذا العشرين حشوة العشر حشوات كل حشوة عبارة عن حشوتين متجمعين مع بعض شوف مع بعض كده الرسمة التوضيحية دي طبعا ادي الحشوة المهرمة زي ما انت شايف ادي طول الحشوة طولها طلع كام واحد وثلاثين مفيش مشكلة في الطول لكن العرض مفيش عرض تلاقي خمسة وثلاثين هتطر اعمل ايه هجيب اقسم الحشوة نصين واجيب عرض سبعتاشر ونص واجيب سبعتاشر ونص يعني اجيب له حين وابتدي اعمل لهم عملية لحام بواسطة سدابة خشبية زي ما انت شايف كده ادي اللوح ادي عرض اللوح سبعتاشر ونص وابتدي اعمل مفخار في الحرف يمين والحرف في شمال وابتدي اجمعهم بواسطة سدابة خشبية طبعا ويه المادة اللاصيقة عندي اللي هي الغراء وابتدي الزقهم مع بعض او اعحمهم مع بعض بحيث يديني العرض اللي هو خمسة وثلاثين طبعا ادي الاطوال وطبعا الاطوال دي احنا هنبتدي كشف المغلأ فلازم الاطوال دي نكتبها في بداية الكشف يعني بابتدي من ثلاثة متر الى ستة متر بزيادة قدرها ثلاثين زي ما انت شايف تلاثة تسعين اربعة عشرين بزود تلاثين في كل طول في الاخر يديني كام ادي الاطوال الموجودة من ثلاثة الى ستة متر واتفقنا هنحطها فين في بداية كشف المغلأ تعالوا مع بعض بقى نعمل كشف المغلأ واتفقنا ان الكشف المغلأ الغرض منه ايجاد كمية الاخشاب بالمتر المكعب طيب في كشف المغلأ بعمل ايه بجيب القطاعات المتشبهة من حيص العرض والصم واخدهم مع بعض فيه بند واحد هشوف القطاعات يعني عندي بند خمستاشر في خمسة اول قطاع لو اقطاع خمستاشر عرض في صمك خمسة اشوف البنود في كشف الكمية المتشبهة من حيص العرض والصم وابتدي اشوف هلاقي بند واحد او ايم الحل وبند رقم اثنين مع بارة الحل والبند بتاع الصواري تعالوا مع بعض كده نشوف هنجمحهم ازاي هنعمل برضو شريحة منفصلة للتوضيح ونبتدي ندونها في كشف المغلق المطلوب منك يبقى عندي في اول قطاع عندي قطاع خمستاشر في خمسة عندي بند واحد اوائم الحل عندي الاوائم كام اثنين طول الايم طلع كام اثنين متر ساعتاشر بند رقم اثنين مع بارة الحل العدد كام مع بارة واحدة طولها كام تلاتة وتسعين والبند رقم تلاتة اللي قال لي تؤخذ من قطاع خمستاشر هاخدهم مع بعض في نفس القطاع عندي كام صاري خمسة طول السر الواحد طلع كام 37 لو احنا جينا نجمع دولكم مع بعض مش هينفع طب هاخد البندين دول مع بعض واسيب البند ده تفسير جزئية لوحده يبقى أنا عندي جزئتين تعال نشوف مع بعض كده هبتدي ببند التفصيلات اخر جزئية فيه كشف المغلق بند التفصيلات ببتدي ارسم خطين الفرق ما بينهم 1 سنت وقسم اللوح انا عندي كم قايم 2 متر 19 يبقى دل حتتين 2 متر 19 بتاعه القوايم وعندي معبرة طولها متر 3 نجمع اللوح مع بعضه يديني 5 متر 41 يبقى الطول الموجود 5 متر 41 لا ده الطول الموجود عندي 5 متر كام 40 يبقى أنا هشتغل وهروح اطلب الـ 5 متر 40 طيب اللوح ده كان بتاع كم باب بتاع باب 1 يبقى اجيب كم لوح عشان اعمل 4 ابواب للكشف المغلق هجيب 4 الواح يبقى العدد هيكون 4 والطول عندي 5 متر الموجود عندي في المغلق واتفقنا هنكتب اطوال الاخشاف في بداية الكشف طيب الجزئية التانية بتاعة الصواري انا عندي كم صاري 5 طيب طول الصاري كم 37 طيب ما نزود نخليهم 10 ادي 1 هسم دي 10 1 2 3 4 5 6 7 8 ادي 9 10 حتت طول الحتة كم 37 طيب ما احنا اسمناهم 2 لان قال لي انا عايز 7 ونص يبقى انا هقسم الـ 15 7 ونص و7 ونص يبقى اذا عندي الباب الواحد فيه 5 يبقى دي اللوح اللي فوق ده يعمل لبابين واللوح اللي تحت يعمل بابين يبقى اللوح ده يعمل لأربع ابواب يبقى هجيب لوح واحد عشان هعمل أربع ابواب تاني يا شباب انا عندي العرض كام؟ 15 بس هو عايز 7 ونص هبتدي اقسم الـ 15 من النص 7 ونص و7 ونص والعندي الطول الصاري 37 هاضربه في عشرة هزود يديني 3 متر سبعين طبعا مش موجود عندي 3 متر سبعين هاخده الطول اللي بعديه 3 متر تسعين يبقى انا هجيب لوح واحد واقسمه بالشكل اللي انت شايفه واجيب اللوح له كام؟ 3 متر تسعين تعال نشوف مع بعض كده يبقى احنا ابتدينا ببند التفصيلات وكبرتها لك عشان توضح لك يبقى انت نفس الكلام انت عملته هتعمله في التفصيلات تعال بقى نشوف كشف المغلق قال لكشف المغلق لعدد 4 ابواب يبقى سطوب انت عملت كشف الكمية لباب واحد هتعمل كشف المغلق لعدد 4 ابواب من نفس الباب طيب كشف المغلق الغرض منه ايه؟ ايجاد كمية الاخشاب بالمتر المكعب طيب هنبتدي نقول طبعا الكشف بند بين الاعمال العدد المقاسات بالمتر طول عرض سن جزئية كمية تفصيلات اول بند عندي هنقول بالمتر بالمتر مكعب خشب موسكي لزوم اول قطاع 15 في 5 عندي بند واحد وبند اتنين وبند تلاتة واتفقتي بند واحد وبند اتنين هناخده مع بعض في جزئية الوحدة وطلع عندي اربعة وطول اللوح هيطلع 5 متر اربعين طبعا عايز اجيب الجزئية بضرب هنا بضرب اربعة في 5 متر اربعين في 15 في 5 هيديني 16 والجزئية التانية بتاعة الصواري عملتها هنجيب لحو واحد بطول 3.90 هيبقى العرض 15.5 أضرب 3.90 15.5 يديني كام 6 هجمع الجزئيتين مع بعض وحطهم في بند الكمية هديني كمية 22.2% من المتر طبعا هنبتدي طبعا دي كانت نهاية حلقتنا هنختم وهنكمل إن شاء الله مع بعض كشف المغلق في حلقة جديدة طبعا الوقت بيخلص معاكم بسرعة أشوفكم على خير وأتمنى لكم كل النجاح والتوفيق قمتم في حفظ الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته